مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيارات لماذا لم تتمكن احزاب اليسار المعارض من تشكيل قوة وزنة وقادرة على اطلاقه ديناميات ومبادرات مؤثرة وذات جاذبية سياسية هل الانشقاقات التي عاشها وما زال هذا اليسار انهكت قواه ودفعت بمكوناته الى تصيض اخطاء بعضها البعض واحترافس الخدات وانشغالها بانتاج خطاب متأزم وتبعا لذلك اصبحت مشروعية هذا اليسار المجتمعية موضع تساؤل لا سيما وانه لم يتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية والجماعية الاخرتين ورغم تشكيل تحالف انتخابي من ثلاثة احزاب يسارية فان العملية لم تكلل بالنجاح معكس حالة من التصدع والارتباك التي باتت تخنق قوى اليسار علما انه ليست هناك قضايا خلافية جوهرية بين مكونات هذا اليسار من هذا المنطلق نتسأل كيف يقيم الحزب الاشتراك الموحد ومكونات اليسار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة لماذا تستطيع مكونات اليسار تشكيل تحالف سياسي في افق بناء قطب حزبي وازن ومنسجم الا يحتاج تدبير التحالفات الى اليات عملية ومبادرات ملموسة ومشاريع واضحة لماذا يختزن اليسار المعارض بناء موقفه السياسي على انتقاد اليسار الحكومي والحكومة هل هذا اليسار الذي انتقل الى تدبير الشأن العام فرط في القيم المؤسسة للهوية الديمقراطية والاشتراكية علما ان مكونات هذا اليسار عريقة وساهمت في بناء اسس ثقافة ديمقراطية حداثية ونظرت لاسماع صوت المظلومين وقدمت تضحيات جسيمة خلال ما اصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص ام ان هذا النهج يعكس عزا داتيا وغياب القوى الاقتراحية المجددة والمبادرة هل ما زال مطلب الاصلاحات السياسية والدستورية يشكل اولوية لدى اليسار المعارض وما هي القيمة الاضافية لتجربة التيارات داخل الحزب الاشتراكي الموحد وكيف يقرأ اليسار التطورات المتلاحقة التي يعرفها المغرب خاصة على الساحة السياسية مجمع هذه المحاول نستضيف محمد الساسي عضو المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد على اننا سنشرق الضيف المفاجأة في النقاش في وقت لاحق من البرنامج مرحب بك الاستاذ الساسي بداية الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي والحزب المغربي يلاحظون ان هذا اليسار المعارض دائما هو موضوع تساؤل يعني لماذا لم يتمكن من احداث طفرة نوعية في تصوراته وفي بمارساته لماذا عجز عن ان يطلق مبادرات وديناميات كما جاء في المقدمة هل هذا اليسار يعيش ازمة ذاتية ام انه لم يتقن قراءة الواقع قراءة واقعية ام ماذا يحدث بالتحديد نعم اشاطرك الرأي اليسار المعارض ايضا في ازمة نحن نقول باننا نعيش في ازمة نحن لا نخفي الازمة ولكن نعي هذه الازمة ونبحث لها عن مخارج ونتأمل الوضع بكل العقلانية الضرورية طبعا اليسار المعارض فشل في ان يكون بديلا على اليسار الحكومي اليسار الذي شارك في الحكومة فشل فشل في ماذا التناوب وعد الناس باشياء لم يحققها اذا فشل التناوب فشل التناوب يعني هو فشل لليسار الذي شارك في الحكومة بالنسبة لليسار المعارض اين يتجلى فشله فشله في ان يشكل بديلا في ان يقنع الناس بانه يسار ولكنه ليس مثل ذلك اليسار الاخر اذا وقع هناك فشل عندما تقول بانه فشل في ان يقنع الناخبين او المواطنين بانه يسار متميز عن اليسار الحكومي يعني اين يتبدأ او يتجلى هذا الفشل لماذا فشل؟ على مستوى الخطاب توسي الخطاب على مستوى المشروع على مستوى عدم فهم اولا الامر يتعلق بفشل انتخابي وليس فشل سياسي الفشل انتخابي بالنسبة ليسار الحكومي ما رده ومصدره سياسي الفشل السياسي بالنسبة ليسار المعارض ما رده انتخابي فليس هناك فشل على المستوى السياسي السياسي ولكن هناك فشل على المستوى الانتخابي الفشل على المستوى السياسي هل يمكن ان نعزل يعني الانتخاب عن السياسي يعني انك عندما تفشل انتخابيا لا يعني هذا انك تفشل سياسيا يعني ما جدوى ان تكون عن تمارس السياسي نعم صحيح هناك جدلية بين الفشل السياسي والفشل الانتخابي ولكن في كل مرحلة يمكن لنا ان نقيس درجة تدخل هذا العامل مقارنة مع تدخل العامل اخر بالنسبة لليسار المعارض يمكن أن أعطيك فكرة يعني بعد مباشرة بعد انتخابة 2007 وقعت أحداث صفره عندما وقعت أحداث صفره السلطة الحكومية استدعت من؟ استدعت أقطاب اليسار المعارض لتتناقش معهم في مطالب الساكنة في صفره ما هي مشاكل هذه الانتفاضة التي وقعت إلى آخره هي تعرف بأن هذا اليسار موجود على الأرض من خلال التنسيقيات من خلال عمل ولكن هذا العمل المباشر الذي يقوم به على الأرض لم يكن له مردود انتخابي لماذا لم يكن له مردود انتخابي؟ لأن اليسار عموما مرتبط بطبقات معينة طبقات متوسطة متنورة التي عادة تصوت على اليسار هذه الطبقات المتوسطة لم تصوت على اليسار المعارض لاعتبارين إما لأنها أعتبرته عموما جزءا من عائلة اليسار فتنعكس عليه آثار اليسار بمعنى أن عندما خذلنا اليسار المشارك في الحكومة انعكس حكمنا على كل اليسار لأنها عائلة وحدة سواء الذين شاركوا أم لم يشاركوا فإنها عائلة واحدة والمسألة الثانية هي أن الناس كانوا يريدون ضمانات يعني يقولون فيما يتعلق ليس لكم فشل سياسي لأن مواقفكم أبانت الأحداث عن متانتها يعني نحن كل الأشياء التي قلناها كل تقديرات التي قلناها كانت صحيحة تحليلنا للوضع السياسي كان صحيحا الآن مناضلي اليسار المشارك في الحكومة يعني توصلوا إلى أن أفكارنا كانت جيدة وكانت نيرة وأنه كان يجب أن نوثق المشاركة بجملة من الضمانات حتى يمكن أن تعطيها نتائجها ولتكون مجرد مشاركة مجازية تأخذ اليسار الحكومي وفي المقدمة التحاش تركي بشكل واضح أنه فشل في ربما تدبير التناوب أو على الأقل الوفاء بالوعود التي رفعها أو قدمها للمواطنين يعني هل هذا اليسار هو الذي يتحمل المسؤولية أم أن طبيعة الشروط التي سهم فيها في إطار التناوب هي التي تقف وراء هذا الذي سميته أنت بأنه خسارة سياسية لليسار في العلاقة مع الناخبين المهم هو النتيجة يعني بالنسبة التناوب وعد الناس بأشياء لم يحققها المفروض أن التناوب هو تناوب توفقي سيؤدي إلى تناوب ديمقراطي معنى أن سيكون هناك تناوب ديمقراطي رأينا حكومة برأس تقنقراطي إذن وعدهم التناوب بأنه سيؤدي إلى انتقال ديمقراطي لم يؤدي إلى انتقال ديمقراطي نحن اليوم أحيانا نقدم انتقال الملك على أنه انتقال ديمقراطي انتقال الملك شيء وانتقال ديمقراطي شيء نحن نأمل أن يكون انتقال الملك انتقالا ديمقراطيا إذن لم تتحقق هذه الأشياء ولهذا شعر لم يشعر الناس بأننا في المغرب تقدمنا إلى أمام وأنه انفتحت أمامنا إعادة هيكلة الدولة المغربية وقرارتها وتوجهتها الاقتصادية والجميع عطفنا بعلاقة مع هذه النقطة هل الأوضاح ما زلت علامة بمعنى أننا ما زلنا نعيش برحلة الانتقال الديمقراطي أن هناك حالة اختناق سياسي يعني كيف تقرأ أنت الوضع أنت كناشط سياسي وكمتقف وكمسهف العديد من التنظيرات السياسية الوضع السياسي دائما يجب أن نقيسه بحسب التأثير العام الذي وضعنا للمرحلة يعني وضع لهذه المرحلة تأثير أنها مرحلة انتقال الديمقراطي إذا انتقال الديمقراطي يقتضي عدد من الأشياء يقتضي التوافق على دستور غالب على مغلوب يقتضي اتساع في مجال الحريات يقتضي دينامية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إشعاع جيوستراتيجي يقتضي مجموعة من الأشياء يقتضي انتخابات نازيها مؤسسة لنأخذ مثلا معيار الوحيد هو الانتخابات يعني مثلا لو جاء آخر انتخابات ديال المغريب في 2009 لو جاء مثلا باحث أراد أن يبحث في هذه الانتخابات وفي نتائجها ماذا سيئره؟ أولا الجميع يتحدث عن استعمال المال حرام جميع الأحزاب تتحدث عن استعمال المال حرام إذن من استعمال هذا المال الحرام؟ جنون سيجد الباحث نفسه أمام حديث الجميع عن استعمال المال الحرام بما فيها الأحزاب التي تتحكم في وزارة العدل إلى غير ذلك اشتركوا في القناة